من الحدود الرومانية الأوكرانية الآن معنا موفد العربية ليث بازاري أهلا بك معنا ليث وأتابع معك رصدك لوصول المزيد من المهجرين واللاجئين الأوكرانيين إلى هذه الحدود ماذا لديك؟ بالفعل طاهر ما زال تدفق اللاجئون الأوكرانيون إلى هذا المعبر خلفي أي معبر سيرت سيرت عفا الذي يحمل اسم النهر الذي يقطع المنطقة مستمرا ليلا ونهارا ونهارا بالرغم أن البرد القارس والثلوج التي هطلت وتهطل الآن على هذه المنطقة وقد يعيق حركة هؤلاء النازحون أو اللاجئون أما بالنسبة لدخول اللاجئين مشا عن الأقدام وليس على متن حافلات فيعود إلى الاكتظاض المروري من الشق الأوكراني ولذلك الكثير منهم يمشي أحيانا طاهر إلى 14 كم حتى يصل الحدود ويدخل لهذه المنطقة ومعنا شاب أردني طالب أردني محمود الحماد وصل قبل قريب قبل أقل من ساعة من الآن إلى هذه النقطة الحدودية قادما من أوكرانيا واستمرت الرحلة ثلاثة أيام حتى وصل إلى هذا المكان محمود كيف تقدر تحكي لنا عن الوضع تركت وراك في أوكرانيا الفكرة أنه ما في ممرات إنسانية هسا موجودة غاد في وخاركف في المناطق الشرقية الموجودة في شرق أوكرانيا اللي هي سومي وخاركف أكثر إيشة تقريبا ما في ممرات إنسانية بتقدر الأجانب أو الطلاب يخرجوا منها لأننا قعدت أنا ثلاثة أيام تقريبا بس رحلة القطار يعني القطار يوقف عشر ساعات يعني الطيران يصور الروسي بقصف السكة نعم بسبب تدمير السكة يعني إحنا تقريبا أكثر الليل القطار من دون ضو بمشي من دون ضو خايفين من الطيران الروسي أنه يقصف السكة كمان مرة الرحلة كانت كثير متعبة جدا جدا لسا في طلاب كثير موجودين في الشرق الأوكراني منطقة سومي ومنطقة خاركف بتمنى أنهم يوصلوا لأهلهم البضع كثير سيء مدينة خاركف تقريبا شبه مدمرة ماذا عن الغتاء الطعام الشراب على متن هذه نتحول إلى المؤتمر الصحة للوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي عودة إلى ليث بازاري موفد العربية إلى الحدود الرومانية الأوكرانية أهلا بك ليث عذرا على المقاطعة يمكنك المتابعة من حيث انتهيت في رسالتك طاهر نأمل نتمن هذه المداخلة قبل أن يأتي مؤتمر صحفي آخر هذا صحيح محمود وصل قبل قليل إلى الأراضي الرومانية ولكن نود الاتصال إذا سمحت مع عائلة محمود في الأردن كي يطمئنوا عليه ويشاهدوه عبر شاشتنا والإطمئنان على صحته ومشاهدته مباشرة يعني أنت نحن نريد في هذه الوقفة نطمئن أهل محمود عليه وهو بجانبك إن كان بإمكانك الاستمرار في الحديث معه لو سمحت حول حالته وإلى أين ينوي الذهب محمود بعد وصولك إلى هنا أنا الحمد لله بالعالمين وصلت قبل ساعة تقريبا وزارة الخارجية هنا لها كل الشكر وزارة الخارجية الأردنية استقبلونا استقبال جبار صدقا ساعت القنص ليزن القيسي ما قصر معنا نهائيا وأنا أتوقع أنه أفضل حدود موجودة حاليا حدود رومانيا في الاستقبال الدكتور أحمد العبداللات جهود جبارة زي ما حكيت لك أمنون أكل وسكن ومواصلات لحتى تذكرة الطيارة يعني هذا هلأ أنت وجهتك بفهم أن رأي على بخارس بخارس حاليا هم رح يأمنوني في سكن لأن أنا معي زوجتي ومعي بنتي فرح يأمنوني بذن رب العالميني في سكن ورح يهم يرتبوني أول موعد طيارة بيناسبني عشان أطلع بذن رب العالمين على الأردن بذن ربنا نعم إذن طاهر من هنا إلى الحدود إلى عفوا 650 كم إلى بخارس ومن ثم إلى الأردن طيب ما هي يعني الأشياء التي لاحظت أثناء هذه الرحلة التي طالت ثلاثة أيام من أوكرانيا إلى هنا إلى رومانيا قلة الموضة الغذائية ما في تقريبا أتوقع الموضة الغذائية شحيحة في المناطق الشرقية تقريبا وأنا سمعت وأنا سمعت أنه في خاركوف أتوقع أنه عندهم مخزوم فقط لـ 15 يوم وراح ينفذوا هاي مشكلة راح تكون كبيرة للمواطنين الموجودين في خاركوف نعم يوجد معنا يمكن اتصال كما أعتقد ابقى معنا الاتصال جاهز زمالة الكرام جاهز إذن جاهز أهلا بك معنا والسلام عليكم خالد وعليكم السلام أنا رحمود كيف حالك أخو كيف رحتك الحمد الحمد لله رب العالمين دكتور أنا وصلت قبل ساعة على رومانيا الشباب هان رب ثلاث أيام ما كان عندي نت نهائيا تلفون ما في شحن الحمد لله رب العالمين وصلنا القنصلية هان الأردنية والجال يستقبلونا الله يجزيهم الخير مشكورين دكتور خالد سؤال صغير هل يعني ما أول ما يخطر ببالك دكتور خالد وإذا أنت آخاه لمحمود ببالك أن تسأل وتطمئن عن حياة أو الأمان الذي وصل إليه هو الأراضي الرومانية محمود شو ممكن تحكي لمحمود بحب أحكي لمحمود الحمد لله وصوله سالما غانما لأنه ثلاث أيام كنا على أعصابنا سيد القصص رايحي جاي كل مكان عنده يعني كنا خايفين يكون البيض قاعد فيه شقة جنبه تنقصف الحمد لله إن وصل سالم غانم على رومانيا ومنشكر جهود سلال السيدنا على وصولهم آمنين وإن شاء الله ينوصلون لبلد لأرض الوطن إن شاء الله بخير وسلام وأشكر جهودكم على التصال المبارك تبعكم نعم دكتور خالد عفوان سؤال آخر كيف آخر يعني آخر مرة تصلت مع محمود متى كان ذلك آخر مرة وصلنا معاه لما طلع على محط القطار في مدينة خاركف بعدها انقطع لاتصال لأنه كان عندهم أصلا الانترنت جدا سيء والتوقف القطار في كل مكان في كل نقطة لمدة ساعات ما في انترنت عندهم ما في عندهم كهرباء وكان وضع جدا سيء والحمد لله نطمن على اليوم محمود محمود كيف تركت المدينة بأي مدينة أنا كنت في خاركف في الشرق الأوكراني هي المناطق المدينة المدينة وضعها صعب جدا جدا لسه موجود في طلاب في مناطق منطقة سومي ومنطقة خاركف هذه المناطق الضلقصف عليها شديد جدا يعني أنا خرجت على محطة القطار قبل ثلاث أيام بسيارة الشخصية الشارع نفسه اللي أنا رحت فيه كنت رايح فيه نضرب كيف بيتكم هنت ركت؟ نعم المبنى اللي أنا كنت ساكن فيه نضرب يعني أنا ما خرجت من أكرو إلا خلص يعني نضرب المبنى اللي أنا كنت خارج ساكن فيه وأنا عندي طفلة وأصلا المواد الغذائية في خاركف خلص يعني الدور الإصطفاف على المواد الغذائية يعني فوق تقريبا كيلو تستنى يعني فوق الألف متر تستنى بس على الدور عشان تأمن كيس رز أو كيس سكر الوضع سيء جدا جدا في المناطق الشرقية والطلابنا الموجودين في مدينة سومي ومدينة خاركف بتمنى أنه يقدروا يخلوهم نعم محمود أثناء هذه الرحلة التي طالت ثلاثة أيام هل شاهدتم قصف قصف دمار أثناء يلا نعم أكيد القصف كان مسموع أصلا القصف مسموع أنت يعني في القطار تسمع القصف والقطار أصلا ثلاث أيام سبب أنه ثلاث أيام كان القطار أنه سكة القطارات انقصفت أكثر من مرة يعني إحنا وقفنا 21 ساعة بس يعني بمحطة وقفنا 21 ساعة عشان يحولونا يلا شكرا هذا وضع اللاجئون طاهر هذه حالة من حالات اللاجئون الذين التقينا في هذه المنطقة والوضع للأسف سيء في الحدود أو الذين يأتون من أوكرانيا إلى الحدود الرومانية شكرا جزيلا لك من تلك الحدود الرومانية الأوكرانية مفد العربية ليث بزاري شكرا لك ولضيفك وحمد لله على سلامته ترجمة نانسي قنقر